المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ مرحبا بك سامويل وأبدأ معك بالسؤال عن هذا الإعلان لوزير الخارجية الأمريكية عن موافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ما طبيعة المقترح الأمريكي؟ نعم من المساء الخير شكرا لك شكرا لقناة المحرية على الاستدافة وكما قال الوزير نحن سمعنا تقريبا نفس الشيء من الهكومة الإسرائيلية التي سمعنا منها منذ شهور بالنسبة رقباتها لإنهاء هذه الهرب ووافق على هذه المقترحات الأمريكية كما عالنا الرئيس بايدن في شهر ميو إذن اليوم في هذه اللقاءات في إسرائيل الهكومة الإسرائيلية من رئيس الوزراء نتنياهو أكدت على نفس الشيء هل إسرائيل كانت تقول أنها تريد وقف إطلاق النار؟ هذه أول مرة نسمعها في العالم يعني دائما نتنياهو يقول أنه يريد اشتراطات تعهدات أمريكية بأن تسمح له بالقتال مرة أخرى إذن كما قلنا منذ شهور منذ أسابية من وجه نظرنا لازم نركز أولا على المرحلة الأولى من هذا الاتفاق نحن نعرف أن هناك بعض المراهل ثلاث مراهل والمرحلة الأولى تتكون من على أقل ست أسابية من الهدنة من وقف إطلاق النار لنرى تباضل أو إفراج عن الرحائن وإفراج عن بعض الأسر الفلسانيين وزيادة في المساعدة الإنسانية وزيادة في الأمكانية للمؤسسات الخيارية تشتغل داخل قطاع غازة إذن نهن نركز على الأمكانية لدخول في المرحلة الأولى قبل نتكلم وحاول وقف إطلاق نار دائم وهذا سيكون في مرحلة ثانية أو الثالثة لكن بالعودة للسؤال بخصوص طبيعة المقترح الأمريكي لأن حركة المقامة الإسلامية حماس قالت قبل زيارة بلينكين بأن الحديث الجديد الآن يتعلق باشتراطات جديدة تطرحها إسرائيل تختلف عما أعلنه الرئيس الأمريكي بايدن ووافقت عليه الحركة وأيده مجلس الأمن فما هو المقترح الأمريكي الجديد الآن إذن أنا أفهم السؤال ولكن إذا تعلمنا شيئا من أي مفاوضات هذه المفاوضات أو أي مفاوضات آخر ليس هناك أي فائدة من أي مفاوضات أمام الوسائل الإعلام والجماهير لازم نعطي المفاوضين لازم نعطي إسرائيل وحركة هماس بوساطة مع الوليد المتاهدة وقطر ومصر أمكانية للتركيز على هذه المفاوضات داخل الغرفة بدون ما نحاول أن نقوم بهذه المفاوضات أمام الوسائل الإعلام لكن الذي نقل الأمر لوسائل الإعلام سيد سامويل الرئيس الأمريكي بايدن يعني هو قال أنه تلقيت من إسرائيل مقترحا وأعلنه الآن والمطلوب من حماس أن تقبله قبلته حماس الآن لماذا إسرائيل لا تنفذ المقترح الأول لماذا تطرح اشتراطات جديدة؟ إذن أي اتفاق يطلب جانبين يتفقان إذن ليس فقط على إسرائيل نهل الآن في كل هذه اللقاءات التي كان عنده اليوم الوزير بلينكين كان يبذل كل مفوسائه لإقناء إسرائيل والهكومة الإسرائيلية لدخول في هذه الاتفاق وقبول هذه الاتفاق ولكن في نص الوقت معروف أن الوليد المتاهدة ليس لديها تواصل مباشر مع حركاتها معه إذن لدينا تواصل مع بعض الأطراف في المنطقة منها مصر وقطر التي لديها تواصل مع حماس وعلى حماس قبول هذا الاتفاق إذن ليس فقط حماس أم إسرائيل لا إثنين وزير الدفاع الإسرائيلي قال قبل أيام بأن الصفقة تعطلها إسرائيل قال علينا أن نقول بوضوح رئيس الوزراء هو من يعطل هذه الصفقة الآن هل يمكن القول أن هناك تراجعا من رئيس الوزراء للقبول بصفقة تقبلها حماس أم أن ما يحدث ربما هو أمر يجعلنا نطيل الحرب بطريقة أخرى إذن بشكل عام نحن لا نريد أن ندخل في يبدو أنها فعلا شؤون سياسية داخلية داخل الهكومة الإسرائيلية وبين المسؤولين الإسرائيليين في نهاية المطاف بنيمين ياتنياهو هو الرئيس الوزراء هو الرئيس الهكومة الإسرائيلية ونحن لدينا علاقات مع الهكومة الإسرائيلية نحن سمعنا منه اليوم ولذلك الوزير بلينكين قال أننا سمعنا بشكل واضح جدا أن إسرائيل جاهزة لدخول في هذا الاتفاق إذن لازم نرى في هذه اللقاءات الأخرى بكرة وبعد بكرة في مصر وفي دوها هل فعلا حركة حماس في نص الوقت مستعدة لكبول في هذا الاتفاق ولكن بالنسبة أي انتقادات من بعض المسؤولين الإسرائيليين للآخرين هذا شؤون تابل للهكومة الإسرائيلية طيب حماس قالت أنها وافقت على ما قاله الرئيس الأمريكي في الثاني من يوليو الآن هي تعترض على أن يكون الاتفاق الجديد يضمن أن تبقى قوات إسرائيلية في نتساريم وفي محور فلاديلفيا وهو أمر طبعا تعترض عليه حتى مصر إن كان نتنياهو فقط يقبل هذا الأمر وهو أن تبقى إسرائيل داخل غزة ألا يمكن أن نحمل إسرائيل مسؤولية تعثر للاتفاق؟ إذن صعب لندخل في هذه الفرضيات أو نتكاهل بنتيجة لأن هاتا الآن كما ذكرنا لا نريد أن نكون بمفاوضات أمام الوسائل الإعلام إذن نحن لا نعرف بزبط ماذا سيتفق عليها أو لن يتفق عليها الجانبين وأنا لا أريد أن ندخل في أي فرضيات إذن نعم نحن نفهم نتفهم أحمية هذه الأماكن الساريم والمعابرة فلاديلفيا نحن نتفهم بشكل جيد الوضع الأمني بالنسبة على مصر بكرة غدا الوزير بلينكين هو سيكون في مصر هو سيكون لديه لقاءات مع بعض المسؤولين المصريين وبدون شك بدون شك نحن نسمع لا نتكلم نحن نسمع من الهكومة المصرية بالنسبة على القلق لديها بالنسبة على هذا الأماكن في الحدود بين مصر وطازة إذن لا نريد أن ندخل في فرضيات أو تكاهن بأي نتيجة بالنسبة على ماذا سيتفق عليها الجانبين ولكن بدون شك منه لازم أن نفهم بشكل جيد الرؤية الإسرائيلية والرؤية حماس وأيضا الرؤية المصرية بالنسبة على هذه الأماكن الهكومة قال بلينكين بأنه يوجه مع العالم رسالة بعدم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لكن من الذي يسعى إلى التصعيد سيد واربغ لم يخبرنا سيد بلينكين ألا يبدو أن القصف على الحديدة في اليمن القصف في الضاحة الجنوبية في بيروت اغتيال إسماعيل هنية في طهران هو ما يسبب التصعيد الكبير في المنطقة إذن من وجه النظر الولد المتاهدة نحن نرسل هذه الرسالة لكل أطراف في المنطقة بدون استثناء نحن ندعو كل الأطراف في المنطقة لخفر التصعيد وتجانب أي إجراءات أحدية تجانب وأي إجراءات التي سيقوم بإطالة هذه الهرب منذ الشهور كنا نبدل كل ما في وسائنا لإنهاء هذه الهرب ولذلك لا نريد أن نرى أي إجراءات ولكن في نفس الوقت لازم ندرك أن من هو من الطرف الذي يمول حماس التي بدأت هذه الهرب في 7 أكتوبر من الطرف التي يمول حزب الله التي تشن سواريخ على أماكن مدنية في إسرائيل من أماكن مدنية في لبنان ومن الطرف التي تمول وتقوم بتصليح جميع الهوثي التي تشن الهجمات ضد السفون التجارة العالمية إيران إذن بدون شك بدون شك نحن نوجه هذه الرسالة للإيران ولكن في نفس الوقت نحن ندعو كل الأطراف بدون استثناء إيران إسرائيل هزب الله هماس الهوثيين لخفض التصايد في المنطقة طبعا هناك من يقول لو أن إسرائيل تتخلى عن احتلال الأراضي العربية ربما لن يكون هناك مبرر لعمليات حزب الله في لبنان وإن أنتهت الحرب في غزة لن يكون هناك عمليات في البحر الأحمر من قبل الحوثي وما إلى ذلك لكن السؤال يطرح إن كان هناك رغبة أمريكية فعلا لخفض التصايد في المنطقة فلماذا تزود إسرائيل بالأسلحة ألا يمكن اعتبار تزويد إسرائيل بسلاح بقدر 20 مليار دولار هو تشجيع لها لأن تواصل من اعتداتها على أراضي العربية إذن أولا أنا أفهم السؤال ولكن أولا يا أستاذ لازم ندرك أن الألقات الأسكرية والدفاعية وأمنية بين الولد المتاهدة وإسرائيل لم تبدأ في 8 أكتوبر لا بدأت هذه الألاقة منذ 75 سنة وليس هناك أي تغيير في هذه الألاقة وكما سمعنا من الوزير بلينكين والرئيس بايدن نحن متزمين بالأمن إسرائيل ولكن هذا لا يعني أننا نحن نريد نرعى إطالة هذه الهرب ولذلك نحن بدل هذه الجهود نحن نقوم بهذه الزيارات من الوزير بلينكين واللقاءات والوساطة مع مصر وقطر لأننا نحن لا نريد نرعى إطالة هذه الهرب وبالنسبة يبدو أن هناك خليط في بعض الموادية لأنه عندما تقول أن 20 مليار دولار هذه السفقة هي ليس مساعدة أسكرية لا هي مبيات أسكرية إذن الهكومة الإسرائيلية ستشتري بعض المواد الأسكرية ولكن لن تصل هذه المواد الأسكرية إلى إسرائيل حتى ممكن سنة 2027 ولا 26 طبعا هناك من بغير هذه المبيعات الأسلحة إن كنت ترى أن هذه متأخرة ستصل لإسرائيل هناك من يطرح بحسب تقارير صحفية أمريكية أن كثير من الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل لقتل المدنيين في غزة كانت أسلحة أمريكية وهناك الآن مدير الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية تقول بأن إسرائيل أيضا استهدفت عمال الإغاثة في غزة وبعدد أكبر من العمليات في كل العالم كله إسرائيل استهدفت رجال الإغاثة بالتالي كيف يمكن أن تعلقوا على الأداء العسكري لإسرائيل ضد الأبرياء نعم وكنا نعبر عن القلق الشديد لدينا بنسبة قتل المدنيين الآن وصلنا إلى هذه الأرقام المأساوي جدا أكثر من 40 ألف قتلوا في كيتا غازا ونا كنا نعبر عن القلق كنا في التواصل مع الجانب الإسرائيلي وجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الردود الفعل الإسرائيلية للحجمات الإرحابية من هماس ولازم نقول أنه بكل آسف بكل آسف حتى اليوم نحن نرى كيف حركة حماس تشن هجماتها من أماكن مدنية من المدارس والمستشفيات والتضاع أسلحاتها ما هي الأدلة على ذلك سيد ووربرغ عفوا أن حماس تطلق هذه الأسلحة من أماكن مدنية ما هي الأدلة على ذلك؟ يا أستاذ كانت هناك إدالة وتفاصيل عن ذلك ليس فقط منذ 7 أكتوبر ولكن منذ 16 سنة التي كانت تسيطر حركة هماس على كيتا غازا هذا ليس شيء جديد سيطرتها على غزة لا يعني أنها تطلق السلاح من وسط المدنيين سيد سامو لا ليس كذلك؟ واضح جدا من كل الفيديوهات منتشرة في قناتكم وكل القناة أخرى حركة هماس تشن هجماتها من أماكن مدنية ولكن لا يوجد أي دليل يعني أنا لم أشاهد أي فيديو يطلق من يعني يطلق سلاح من مسجد في مكتضب المصلين في صلاة الفجر في أي درج وأنت تعلم تلك الحادثة المؤسفة التي راح ضحيتها كل المصلين لم يكن هناك أي إطلاق في ذلك المكان إذن ليس من الممكن الآن في هذه المقابلة نحن ندخل في كل التفاصيل بالنسبة كل الدربة الإسرائيلية على حركة هماس ولكن لازم نقول أنه بدون شك رأينا أكثر من مرة دربة إسرائيلية قتلت المدنيين في كتا غازا هذا شيء وارد جدا ولكن شيء آخر وارد جدا أن حركة هماس تستغل أماكن مدنية وتضع أسلحاتها وإنفاقها تحت بيوت ومدارس ومستشفيات مدنية في كتا غازا هذا شيء وارد نحن في انتظار أن يتم السماع بدخول فريق تحقيق دولي لإثبات ذلك بحسب محكمة الجنات الدولية على الأقل محكمة العدل الدولية فإن هناك جرائم حرب ارتكبت في غزة أشكرك زيل الشكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الناطق الإقليمي سامويل ويربرك محكمة العدل أماكن محكمة العدل الدولية حسناك عمر حسناك عمر حسناك عمر ترجمة نانسي قنقر